الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية في ليلة الأمس في الواقع هو المحطة الثالثة من محطات بحثنا الذي أشرنا إلى عنوانه في الليلة الماضية وهو عبارة عن دراسة مقارنة قرآنية بين من يذكره القرآن الكريم من النبيين والوصيين والقرآن لما يذكر خاتم النبيين وعترة خاتم النبيين في الواقع القرآن لما يذكر النبي آل شيء ولما يذكر غيرهم شيء آخر كما أثبتنا ذلك ليلة البارحة من خلال ثلاث محطات مهمة في الواقع يعني إذا لم تخني الذاكرة المحطة الأولى كانت محطة المنة بقية الأنبياء أرسلنا إليهم أخاهم فلانا لكن النبي وعترة النبي القرآن يتكلم ضمن ثقافة المنة الله من علينا بالنبي وآله وهذه مسألة ثقيلة جدا وخطيرة جدا واختصت بهؤلاء عليهم السلام جيد المسألة الثانية اللي أشرنا لها ليلة البارحة حتى نكمل الليلة لا مانع من أن نأخذ دقيقة نذكر بما قلناه ليلة البارحة وما توصلنا إليه ونكمله هذه الليلة اللي قلنا أيضا أن القرآن الكريم لما يذكر بقية الأنبياء يقول يا داود يا موسى يا عيسى يا يحيا لكن لما يصل للخاتم وآل الخاتم لا ما يقول هكذا وإنما يناديه يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغة خاصة وطراز خاص وأدب خاص في الواقع حتى يميز النبي وآله عن غيره في الواقع جيد القضية الثالثة أيضا اللي بيناها ليلة البارحة هي قضية العبودية مقام العبودية التشريفية اللي هي تبين درجة المقام ومن خلالها يتضح درجة المقام هذا قلنا أيضا القرآن الكريم لما يذكر الأنبياء شيء لما يذكر الخاتم وآل الخاتم شيء آخر وقد توقفنا ليلة البارحة عند الأمر الثالث هذا المحطة الرابعة في بحثنا هذا اللي هو بحث القرآن لما يذكر النبي وآله يذكرهم بطريقة خاصة لما يذكر غيرهم يذكرهم بطريقة أخرى في الواقع ويميز النبي وآله دائما وأبدا جيد المحطة الثالثة مثلا القرآن الكريم لما يذكر النبيين إخوتنا أحبتنا ويبين بعض خصائص النبيين تميز بها النبيون مثلا يشير إلى هذه الخصائص لكن القرآن الكريم لما يجي إلى رسول الله يتكلم عن خصائص النبي بطريقة أخرى يا سبحان الله كما هو حال الأمور الثلاثة اللي أجرنا لها في الحلقة الماضية هل ستخلوني الآن أبدي أبين بعض المصادق حتى يتضح كلامي مثلا مثلا القرآن الكريم لما يذكر إبراهيم الخليل علىه وتدرون إبراهيم إبراهيم يعني إبراهيم الأمة إبراهيم اللي القرآن عبر عنه أواه عبر عنه حليم عبر عنه أمة عبر 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 إبراهيم العظيم القرآن الكريم لما يذكر إبراهيم هكذا يقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا هاي خصوصية صديق طبعا هذه خصوصية إخواني مهمة جدا ثقيلة جدا خطيرة جدا ضمن ثقافة آل البيت هس لعلقوا ضمن ثقافة الآخرين كلمة صديق مسألة عادية يعطوها لفلان وعلان لا لا أنا أتكلم ضمن ثقافة القرآن والعترة لقب الصديق لقب خطير ثقيل لا يعطى إلا لمن اصطفاهم الله تعالى مو هذا صديق وذاك صديق ما كنت شيء لقب خطير لا يعطى إلا لمن هو في طراز الأنبياء أو أعظم من الأنبياء كالأئمة مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة وهذا هاي أبحاث كلها أنا أمبينها على المنبر الحسيني بالتفصيل أمنزلها على شكل أبحاث مفصلة في الواقع أمثبت ذلك قرآنيا يعني من ريد أن نكرر مقام الصديقية مقام خطير في القرآن الكريم مريم صديقة فاطمة صديقة كبرى إبراهيم صديق علي صديق أكبر مثلا مقام خطير ولهذا حتى الإمام الصادق لما يسئله من غسل فاطمة قيل علي أو هو يسأل الإمام من غسل فاطمة ابن قال علي غسلها قيل له ليش ما غسلتها إمرأة مثلا ليش الإمام علي غسل فاطمة قال فاطمة صديقة كبرى لا يغسلها إلا صديق أكبر يعني مقصود هذا اللقب هم تترتب عليه آثار كل هذه الأبحاث ما بين ما طرحت على المنبر وما بين ما إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى بالنتيجة القرآن يذكر إبراهيم يذكر إبراهيم أنه صديق هاي خصوصية إبراهيم صفة إبراهيم البارزة اللي يشير لها القرآن الكريم مثلا شاهدون آخر يوسف بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أيضا صديق ليش أقول هذا اللقب لا يعطى لي فلان علان أي واحد يعطوه فلان صديق ما كنت شيء هذا لقب يعطى لمن اصطفاهم الله مو لقب عادي يباع في السوق يعني يباع ويشترى لا لا لقب يعطى من قفل الله تعالى يوسف أيها الصديق أيضا تميز بهذه الخصلة مثلا القرآن لما يذكر إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد صادق الوعد صادق الوعد يذكره بهذه الخصوصية القرآن لما يذكر نوح إني لكم رسول أمين أمان أمين أمين طبعا هذا هم لقب سماوي ثقيل زيارة أمين الله أمين الله أمير المؤمنين سلام الله عليه وتفسير الأمانة في القرآن وأقسام الأمانة وإنا عرضنا الأمانة وأكو أبحاث مفصلة هنا لها وقت آخر إن شاء الله تعالى أمين القرآن الكريم لما يذكر نوح يذكره بهذه الصفة التي تميز بها جيد حسنا هذا جاب عن النبي وإحنا في يوم ولادة رسول الله رح يجي الكلام إحنا في دراسة مقارنة القرآن لما يذكر الأنبياء كيف لما يذكر النبي كيف وعترة النبي كيف قلنا القرآن دائما يميز النبي وآله ما يذكرهم كما يذكر غيرهم من النبيين وغيرهم دائما يعطي لهؤلاء ميزة خاصة مكانة خاصة خصوصية خاصة في الواقع هذا هو أساس بحثنا بالبداية قام نجيب مصادق الأنبياء لما يذكر من القرآن خل نجل الخاتم وعترة الخاتم شوف القرآن كيف يميز بينهم إني لكم رسول أمين موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين محسنون موسى وهارون من المحسنين جيد بقية الأنبياء عليهم السلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين مثلا مزي القرآن لما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله جيد يعني هذا الطرف الأول من المعادلة الطرف الثاني الآن القرآن لما يذكر النبي أيضا يذكره بهذه الطريقة ليذكر بها بقية الأنبياء وخصوصياتهم الجواب كلا القرآن لما يذكر النبي صلى الله عليه وآله ما يقول له يا محمد أنت فيك خصلة هذه الخصلة فاقت بقية خصالك ولهذا نذكرها ونميزها ونخصها بالذكر لا لا القرآن لما يوصل لرسول الله يقول يا حبيب الله يا أبا الزهراء يا أبا فاطمة أنت كلك خصوصية كلك خصوصية أنت ما فيك خصوصية طغت على خصوصية علت على خصوصية حتى نفردها بالذكر أنت كلك خصوصية يا حبيب الله أنت من أولك إلى آخرك خصوصية يا حبيب الله ولهذا لما نذكرك نذكرك بالكبريات يا حبيب الله ما نذكرك بخصال محددة هذه الخصال تميزت بها أنت تميزت بكل الخصال فأصبحت ميزة وخصوصية يا رسول الله أصلا أنت خصوصية يا حبيب الله ولهذا القرآن يذكر النبي بالأمور الكبيرة ما يميز بمفردك بقية النبي عليه السلام لا لا رسول الله ما يحد حد صلى الله عليه وآله رسول الله أكبر من هذه الخصوصيات ولهذا القرآن لما يذكر النبي شي يقول مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله أو تدرون هاي الرحمة شي يكون تحتها من مكارم الأخلاق الرحمة يعني مسألة كبيرة جدا يكون تحتها وتحت عباءتها أو في دائرتها كل الخصوصيات اللي ذكرت في الأنبياء وأكثر في الواقع يذكر النبي بالكبريات وهذا هذه مسألة هم تحتاج إلى بحث مفصل له وقته إن شاء الله يعني نفس أسماء الله الحسنى إخواني أكو أسماء أكبر من أسماء ولهذا عدنا الإسم الأعظم عدنا الإسم العظيم الأعظم أكو اسم يكون تحت طائلته كما في التعبير الحديث عدة أسماء شلون أكو قانون يكون تحت طائلته عدة قوانين أو عدة بنود أو عدة فصول أسماء الله كذلك أكو اسم أكبر أكو كبير في الواقع الأكبر يكون بعد واضح أكبر من الكبير وتأثير الكبير يكون تحت الأكبر اسم الأعظم مثلا وأكو اسم عظيم وهكذا مقصودي هنا أنا أكو أبحاثة سمفصلة ما أريد أثقل على الإخوة والأخوات بهذه الأبحاث التخصصية في علم الإلهيات وغيرها مقصود أقول النبي القرآن يذكره بالكبريات صلى الله عليه وآله فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مو مسألة خصوصية أنت أكبر من ذلك يا حبيب الله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ بالمؤمنين رؤوف رحيم مثلا بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم يأتي القرآن ليعبر كل ذلك فيقول للنبي صلى الله عليه وآله يقول يا حبيب الله أنت قضيتك مو قضية خصلة وهذه الخصلة تميزت بها وفاقت على بقية الخصال ولهذا نذكرك بهذه الخصلة كبقية النبيين أكثر من غيرها أو دون غيرها لا المسألة أكبر من ذلك القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم رحمة خلق رأفة كبريات يكون تحتها كل الخصائص اللي ذكرت في الأنبياء وغيرها في الواقع حتى هنا أنا أحد علمائنا هكذا يقول وإنك لعلى خلق عظيم يقول هاي وإنك لعلى لعلى للاستعلاء للاستعلاء يعني مو أنت صاحب الخلق العظيم يا رسول الله هاي خواه معلومة هاي من نافلة القول كما يعبر لا لا وإنك لعلى خلق يعني أنت فوق الخلق العظيم يا رسول الله مو مسألة تت عندك خلق عظيم هاي خواه من نافلة القول هذه واضحة أصلا ما يحتاج القرآن يذكرها لا لا وإنك لعلى خلق يعني أنت فوق الخلق العظيم يا محمد يا حبيب الله أنت فوق الخلق العظيم وإنك لعلى خلق أنت فوق الخلق العظيم أي مقام هذا ويأتيك الجاهل من بعد كل هذه الحقائق يقول لك عبسة وتولى رسول الله عبس بوجه الفقير شوف الحقائق لما تأخذ من آل البيت عليهم السلام رسول الله فوق الخلق العظيم رسول الله يطل كبريات وشوف لما تأخذ من غير آل البيت شون تكون بائسة وهابطة في الواقع ومالها لا لون ولا طعم ولا رائحة في الواقع جيد هذه محطة أخرى من محطات بحثنا هذا واللي هي تشكل المحطة الرابعة في الواقع فيها كلام أكثر من ذلك ولكن نتركه إلى وقت آخر حتى نستغل الوقت فنأخذ معلومات أكثر ونوصلها من خلال هذه الفضائية المباركة إلى أتباع آل البيت عليهم السلام وإلى عموم المسلمين إذا يردون يستمعوننا ويستفيدون من علوم آل البيت لا ما نحن نطلق الكلام للجميع في الواقع جيد مثلا من الأمور اللي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وآله وما أعطيت لغيره من النبيين عليهم السلام أبدا والقرآن بين أيدينا من بائه إلى سينه أن القرآن الكريم تكلم عن مو فقط يعني الأطر العامة في رسول الله صلى الله عليه وآله لا القرآن الكريم تكلم حتى عن جوارح رسول الله وأعطاها ميزات خاصة مقامات خاصة ولهذا هذا موجود ضمن ثقافتنا ولهذا نسلم على الأجساد نسلم على الشفاه الذابلات نسلم على العيون الغائرات نسلم على الأجساد المقطعات نسلم على نسلم على لهاي ثقافة قرآنية يا أحبابنا لبعض لعله يستغرب وحتى بعض من يسمى بالمثقفين من أتباع هذه البيت يقول شون نسلم على الأجساد المقطعات لا ضمن ثقافة القرآن لها أهمية خاصة هذا جسد ملكوتي إلهي يحمل طابع غيبي نعم يحمل طابع غيبي نعم نعم البعض مع الأسف قل إنما أنا بشر مثلكم ويتوقف يوحى إلي أكمل الآية لا هو بس يسمع أو يتلو أو يقرأ قل إنما أنا بشر مثلكم ويتوقف يقول بعد شون السلام على العيون والأجساد إلى آخره والعينك والجسدك هاي ثقافة قرآنية يوحى إلي أنت ما أكملت الآية أنت قرأت جزءا من الآية وتركت جزء الآخر أنت من أصحاب مبدأ عظيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أنت من أصحاب هذا المبدأ جعل القرآن عظيم في الواقع لا لا أكمل الآية أكمل الآية البعض يقرأ فقط عباد يقول حالهم حالنا لا لا مكرمون أكمل الآية عباد مكرمون هاي مكرمون أكو بيها حج كثير كلام كثير هاي بيها كلام كثير هاي مكرمون شنو فيها كلام كثير هكذا يحدو للبعض مع الأسف يظهر ثقافة الغيب ممت بل وراء عدنا ممت بل وراء مواضحة مع أنه في ثاني سورة في القرآن أول ثاني سورة في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يظهر إلى الآن ثقافة الغيب ممت بل وراء عدنا مع الأسف وأنا سنة أنزلت على المنبر بحث من خمسة عشر محاضرة أنه ثقافة الغيب في القرآن حتى نوضح هذه الصورة عدنا ما واضح عد المسلمين مع الأسف القرآن الكريم أفرد النبي صلى الله عليه وآله بالكلام حتى عن جوارحه مو فقط جوانحه تكلم عن كل جوارحه وهذا الأمر ما تأتى لغير النبي ما أعطي لغير رسول الله ولهذا أقول القرآن لما يذكر غير النبي شيء لما يذكر النبي شيء آخر هذا درس إنا أيها المسلمون بعد ذاك الجاهل يقول لك محمد راح تقفون على جسد النبي راح كذا استغفر الله طبعا ناقل الكفر ليس بكافر أصبح رميم معرف إيش شنو جسد شنو هذه ثقافة صحراوية في الواقع ثقافة صحراوية إنسان بائس ما يفهم هذا ما فقه من كتاب الله آية واحدة جاهل هذا هو هذا نفس إن الذين نادونك وراء الحجرات أكثرهم هو نفسهم وذولا نفسهم سابقا لاحق تتغير الأسماء لكن القلوب متشابهة القرآن الكريم أكو بمبدأ عظيم مبدأ اتحاد الفكري والتشابه القلبي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وإن تغيرت أسماؤهم أشكالهم أجسامهم لكن تشابهت قلوبهم يعبر القرآن الكريم قلوب واحدة ألف سنة قبل الآن نفس القلب وإن كان تغيرت جسد والإسم قلب واحد واحد نعم القرآن أفرد النبي بهذه الخصوصية أيها المسلمون التفتوا ولهذا ضمن ثقافة أئمتنا مذهبنا الشريف اللي هو مذهب الحق أنه نهتم نحن بهذه المواضيع ولهذا خلينا نحن سلام خاص اهتمام خاص احترام خاص منزل خاص مكان كل ما عدنا من القرآن هذا مبدأ أنا أطلقته على منبر الحسين ويوم بعد يوم أثبته ضمن مفردات عديدة جدا يوم بعد يوم أثبتت من القرآن كل ما عدنا من القرآن الكريم ما عدنا مفردة من مفردات عقيدتنا الكريمة من موجوده في القرآن الكريم القرآن أفرد النبي بهذه الخصوصية هسا كيف لعله الكلام مواضح عند بعض الأخوة والأخوات خليجيب مصاديق حتى الأمر يكون واضح كيف تميز رسول الله بذلك صلى الله عليه وآله مثلا القرآن الكريم تكلم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مسألة مهمة ضمن ثقافة الغيب ضمن ثقافة القرآن الكريم البعض لا يفهمها مع الأسف وجه رسول الله تكلم عنه القرآن كل جوارح النبي تكلم عنها القرآن هذا أمر مصار لغيره صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء تقلب وجهك في السماء تكلم القرآن عن ذلك ولهذا جوارح رسول الله وجوانح رسول الله وجوارح الأئمة الطاهرين وجوانحهم المباركة ضمن ثقافة أتباع عالي البي ضمن ثقافة القرآن الكريم ضمن ثقافة أئمتنا الكرام لها أهمية خاصة مكانة خاصة منزلة خاصة بس من يفهم مثلا عندنا في الروايات الشريفة أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتوضع ولما الإمام يلقي الماء على وجهه الشريف ما يسقط الماء على الأرض الإنسان لما يخصر وجهه الماء ينزل من وجهه إلى الأرض ما كان يسقط الماء إلى الأرض فسئل سلام الله عليه أنه الماء ما قع يسقط يا أمير المؤمنين من وجهك على الأرض حتى نتبرك به مثلا هذا وجهك المبارك علي قال هذا الماء تتسابق عليه الملائكة لتأخذه وتتبرك به في الواقع هذه الثقافة القرآنية القرآن ذكر وجه النبي صلى الله عليه وآله هذا وجه ملكوتي إلهي خاص فيه أسرار وأسرار وعلوم تقرأون في حديث الكساء الشريف النبي كان داخل الهام والغام والتعب صلى الله عليه وآله حديث الكساء يقول بس نظر إلى وجه فاطمة تهلل وجهه أصلا تغير وجه النبي ارتاح لو وجه النبي تغير ما إن نظر إلى وجه فاطمة ماذا في وجه فاطمة شنو هذه حقائق إلهية قرآنية غيبية حقيقية حقية شا سميها سميها اللي بحض يقول هذا أنت ما عندك ثقافة قرآنية شا سوي لك تقول ليش تكلم بهالمواضيع خلت ما عندك ثقافة قرآنية وروح تتقف بثقافة القرآن الكريم تعال ناقش هذه ثقافة إلهية أنا أخذها من القرآن الكريم القرآن يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء القرآن يتكلم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الزهراء كان طابع طابع خاص عائشة تقول كنا نخيط ونغزل وننظم الأبرت هذا في كتاب تأريخ الدول وهو كتاب سني للقرماني في الواقع الشافعي تأريخ الدول قرمان الشافع ينقل عن عائشة أنه كنا ننظم الأبرت ونغزل وما أعرف نخيط بنور وجه فاطمة شوفوا بنور وجه فاطمة هذا هو الكلام وجه الهي ملكوتي نوري رباني تجلى فيه جمال الله وجلاله في الواقع وجه تجلي وآيتي إذا جاز لي التعبير طبعا سأكمل بقية مفردات هذه المحطة الخامسة ولكن من بعد فاصل قصير فابقوا معنا وانتظرونا جزاكم الله خيرا جلبي مثل جرحة طبعا سأكمل بقية مفردات هذه المحطة الخامسة أربع دعش معصور شرفهم الباري محمد أولهم وأكرهم محمد من شانك ومشاني قدري واعتباري وإنسان في الأسحار في حبه امتهج وإنسان في الأسحار في حبه امتهج لو لا همو مدار والكيف في السواري لو لا همو للخير ما درب انت عبد ما درب انت عبد قلبي 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 اللحن الرحمن الرحيم توقفنا قبل الفاصل عند المحطة الخامسة اللي من خلالها نكتشف ان القرآن لما يذكر غير رسول الله من نبيين وصيين غير ذلك اولياء صالحين غير ذلك يذكرهم بطريقة ولما القرآن الكريم يذكر الخاتم وعاد الخاتم يذكرهم بطريقة اخرى مميزة ووصلنا الى المحطة الخامسة المحطة الخامسة ان القرآن الكريم ذكر كل جوارح النبي القرآن الكريم تكلم عن جسد رسول الله القرآن الكريم تكلم عن جسم رسول الله وهذا ما اعطي لغيره ولهذا قلنا ضمن ثقافتنا احنا اتباع آل البيت اصحاب المذهب الحق انه نسلم على اجسام آل البيت اجساد آل البيت وهذا وارد في زياراتنا الشريفة اجسادكم واجسامكم البعض يقول شنو نسلم على هاي ثقافة قرآنية بس يظهر السائل ما عنده ثقافة القرآن يظهر ما اخذ القرآن من غير آل البيت والقرآن ما تتضح حقائقه الا من خلال العطرة الطاهرة الا من خلال الرواية الشريفة لما يبتعد الانسان عن الرواية الشريفة هاي الحقائق ما يدركها ما يلتفت الها ما ينتبه لها هنا المشكلة وهذا له وقت طويل لأثبته في الواقع من خلال مصاديق كثيرة جدا ولعله نوفق في يوم من الأيام لطرح هذا الموضوع على وجه الخصوص حتى أثبت هذه الحقيقة لجميع المسلمين ان شاء الله وتعالى ولهذا قلنا أن القرآن الكريم تكلم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء مثلا القرآن الكريم تكلم عن أذن رسول الله أذن النبي أيها المسلمون ولهذا أحنا أتباع آل البيت هالي الأمور نخلي لها أهمية خاصة غيرنا أصلا ما لربط بهالي الأمور أصلا ما يعتقد بها لأن ثقافة مقرآنية عتروية اللي يجي للقرآن من غير العترة يروح إلى كتاب آخر مو كتاب الله نعم لأن رسول الله قال كتاب الله وعطرت إليه بطريقة فإذا أراد واحد يفرق بيناتهم يعني اثنيناتهم يتجاوزهم يتجاوزهم اثنيناتهم يروح يقرأ كتاب آخر مو القرآن الكريم القرآن تكلم عن أذن النبي أذن وجهه تكلم عن أذنه مثلا هكذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أذن خير لكم قل هو أذن خير لكم أذن خير رسول الله الله أكبر القرآن الكريم تكلم عن أذن أمير المؤمنين الملكوتية الإلهية وتعيها أذن واعية أجمعت كتب التفسير سواء كان أتباع آل البيت وحتى بعض غير أتباع آل البيت من المفسرين ممن يحترمون شوية وجدانهم وضمائرهم ومنقلوا الروايات عن رسول الله أنه وتعيها أذن واعية قال هي أذنك يا علي القرآن تكلم عن أذن خير أذن رسول الله القرآن تكلم عن أذن واعية أذن نفس رسول الله أمير المؤمنين سلامه الله عليه هذا ما أعطيه لغيرهم يا أحبتنا وين طلبت الماجستير كتبون لاحظ شهادات الماجستير وغيرها عندنا أبحاث جديدة في القرآن الكريم اجعلوها بحث الماجستير وبحث الدكتوراه وبحث الإله الخير هاي أبحاث جديدة ممط روحة ومهمة ودقيقة أهل البيت طبعا بينوها الأئمة بينوها عليهم السلام ولهذا أن أدعو إلى طرح كهذا في شهادة الماجستير والدكتوراه من خلال كلمات جعفر بن محمد من خلال محمد الباقر من خلال الأئمة الطاهرين ونحن اليوم في يوم ولادة الحبيب الخاتم المصطفى وولادة سيدي ومولاي إمام العلم والعلماء جعفر بن محمد الصادق روحي وأرواح العالمين لترى بأقدامه الفداء القرآن تكلم عن أذن خير تكلم عن أذن واعية هاي أذن ملكوتية إلهية ولهذا احنا نسلم على أجسام أهل البيت أجساد أهل البيت وعلى أجسامكم وعلى أجسادكم وعلى أرواحكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم هاي عندنا في الزيارات الشريفة كثقافة قرآنية أنا الآن أثبتها من خلال القرآن الكريم لأن أئمتنا هم الثقل القرآني هم القرآن الناطق هم هذا كتابنا ينطق بالحق أذن أذن ملكوتية إلهية وهذا يعني غريب والله المسلمين ما عندهم هاي الثقافة القرآنية غريب القرآن الكريم تكلم عن شام ملكوتية تكلم إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون يعقوب إني لأجد ريح يوسف مسافة عشرة أيام تكلم القرآن ولكن القرآن مورد واحد في عقوب مثلا أما رسول الله كل جوار حذكرها القرآن الكريم وبالمدح والإطراء والتبجيل والتفخيم والتعظيم والتكريم ما شئت فعبر إني لأجد ريح يوسف البعض يقولون شون تقولون أنه يجي الزائر إلى كربلاء وحرم قبر الحسين عليه السلام أجري عليه الماء طبعا حار حوض الحائر الشريف واختلعت السدرة قطعت السدرة وغير ذلك وكان جزائر يشم التراب إلى أن يصل إلى قبر الحسين يقول أرادوا ليخفوا قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على القبر همين جاي بيها؟ جاي بيها من إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون بعض ذول البعيدين عن ثقافة القرآن الكريم فيفندون هذه الحقائق القرآنية مثل ما كذبوا يعقوب النبي يكذبون رسول الله لأن النبي أعطى تراب كربلاء إلى أم سلم وقال هشميه يا أم سلم وراقبيه يا أم سلم إذا تحول في يوم من الأيام وهي في كتبنا وكتب غيرنا إلى دم عبيض فأعلمي أن ولدي الحسين يقتل أو قتل كما فند يعقوب البعض يريد يفند رسول الله صلى الله عليه وآله هاي جبناها من إني لأجد ريح يوسف رائحة تراب كربلاء العطرة الإلهية شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي عجبناها من إني لأجد ريح يوسف نتكلم عن جوارح إلهية ولهذا نسلم على الأجسام والأجساد مو ما عدنا شغل وعمل إحنا أو ما عدنا إحنا أهل الثقافة القرآنية وإحنا أهل القرآن هكذا يتكلم القرآن الكريم عن أذن الخير يتكلم عن الأذن الواعية يتكلم عن الوجه المبارك يتكلم عن جوارح أخرى الآن سأشير لها إن شاء الله تعالى كل ما عدنا من القرآن الكريم كل ما عدنا ولهذا علي في الخطبة القاصعة في نهج البلاغة أتمنى من الإخوة أن يقروها يقول أشم ريح النبوة وهل للنبوة رائحة فيشمها علي نعام رائحة إلهية يشمها علي بالشامة الربانية إلي إني لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندون ولهذا علي يقول أشم ريح النبوة في نهج البلاغة وتكلم عن سماعه وتكلم عن رؤيته وتكلم عن أشم ريح النبوة هذه حقائق البعيد عن هذه الثقافة الإلهية ما يفهمها ما يفهمها ما يفهمها ما يفهمها ما يفهمها جيد القرآن تكلم عن وجه رسول الله القرآن تكلم عن أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وطبعا علي ليس بس قال أشم ريح النبوة قال أرى نور الوحي أرى نور بأي عين علي يرى نور الوحي بأي عين وأشم ريح النبوة بأي أنف وكان يسمع ما يصل للنبي بأي أذن بأذنه الواعية وعينه المباركة المفتوحة على عوالم الغيب باعتبار أن علي من الأئمة والإمام كشط له كما في الرواية الشريفة عما فوق السماء وما تحت الأرض وكذلك نوري إبراهيما ملكوت السماوات والأرض باعتبار إبراهيم إمام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وكذلك نوري إبراهيما ملكوت مو ملك ملكوت ملكوت الماوراء ملكوت عالم الغيب مو الشهادة ملكوت خلف الأستار وكذلك نوري إبراهيما ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين علي يسمع ويرى ويشم جيد القرآن تكلم عن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم فإنه نزل على قلبك قرآن ذكر وجه النبي قرآن ذكر أذن النبي قرآن ذكر وتكلم عن قلب رسول الله هذا القلب الذي تحمل علوم الأولين والآخرين ما أوسعه ما أكبره صلى الله على قلبك يا أبا الزهراء فإنه نزل على قلبك ذكر قلب النبي وأذن النبي ووجه النبي بعد أعطيكم مصاديق أخرى أحبابي القرآن تكلم عن صدر رسول الله القرآن تكلم عن صدر رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك القرآن تكلم عن وجه النبي أذن النبي قلب النبي صدر النبي هذا بالجملة يعطى لرسول الله بالمفرد يعطى لغيره هذا هو الفرق هسا الطريف شوف الفرق بين النبي وآله حتى في المجال اللي يعطيه لغيره يا ما أكو فرق يعني سأل على قائل أن يقول الله جل وعلا ذكر على لسان موسى رب شرح لي صدري ويسر لي أمري لا صحيح ذكر ذلك لموسى ولكن فرق كبير موسى بعنوان المريد رب شرح لي صدري هو طلب من الله أن يشرح له صدره أما رسول الله بعنوان المراد ألم نشرح لك من دون أن يطلب وصلى الله عليه وآله هذا هو الفرق في الواقع موسى طلب رسول الله من دون طلب موسى رب شرح لي رسول الله ألم نشرح لك فرق 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 بين من يطلب فيعطى ومن يعطى من دون أن يطلب فرق فرق جيد القرآن الكريم تكلم عن موسى قلب النبي تكلم عن فؤاد النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى بعض السذج لما يتكلم عن رسود الله صلى الله عليه وآله النبي معصوم قبل البعث يو وبعد البعث سيأتينا الكلام في خلقة رسود الله أنه أي بعث الله يتكلم في القرآن عن النبي قبل خلق الخلق أي بعث قبل البعث وبعد البعث أي كلام هو أي ضياع للوقت هذا القرآن يتكلم عن عظمة محمد قبل خلق الخلق شنو قبل البحث كان معصوم الكلام هذا هنا القرآن يتكلم عن عصمة قلب رسول الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى يعني قلبك معصوم يا محمد قلبك معصوم ما كذب الفؤاد ما رأى القرآن الكريم يتكلم عن رجل رسول الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن الكريم يتكلم عن نفس رسول الله فلعلك باخع نفسك وفلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في سورة فاطر تكلم عن وجه النبي أذن النبي قلب النبي فؤاد النبي صدر النبي صلى الله عليه وآله رجل النبي نفس النبي فلعلك باخع نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاطر آية رقم 8 القرآن تكلم عن فم النبي وما ينطق عن الهواء يعني القرآن مر يقول جوانح النبي معصومة القرآن مر يقول جوارح النبي معصومة نفسك معصومة فؤادك معصوم ما كذب الفؤاد ما رأى وما ينطق عن الهواء لسانك معصوم يا حبيب الله أنت أنت كلك عصمة أنت العصمة يا حبيب الله إذا العصمة تتجلى بكل درجاتها شروطها مقتضياتها ما أعرف عبر عبر إذا تتجلى في شخص تجلت في محمد حبيب الله وعترة محمد صلى الله عليه وعليه أصلا هم حقيقة العصمة القرآن تكلم عن عين رسول الله قال ما زاغ البصر وما طغى يعني مو فقط قلبك معصوم ولا فقط لسانك معصوم أصلا عينك معصوم يا حبيب الله ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى وما ينطق عن الهوى فؤادك عينك لسانك وجهك أذنك نفسك صدرك قلبك فؤادك ما أعظمك يا أبا الزهراء يا حبيب الله ما أسعدنا ونحن نذكرك يا حبيب الله وإحنا بجنب حربي ولدك وحبيبك الحسين الذي هو منك وأنت منه يا حبيب الله ما زاغ البصر وما طغى لا تمدن عينيك ذكر عين النبي ثم الأهم من كل ذلك القرآن الكريم أقسم بعمر رسول الله الله أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وآله وهذا ما أعطي لغيره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك وحق عمرك يا رسول الله هذا العمر المبارك الشريف لعمرك هذا ما أعطي لغيره صلى الله عليه وآله له ولعترته وكل ما هو له لعترته سلام الله عليهم أجمعين لا يفارقونه لا في صغيرة ولا في كبيرة حسنا نخلي الكلام فقط نظري خلوني أخلي محطة استراحة بقصة أذكرها للإخوة والأخوات حتى ننتقل إلى محطة جديدة ما أعرف صار السادسة أو سابعة ضمن محطات بحثنا هذا سدير الصيرفي في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه هذا يقول رأيت النبي في عالم الرؤية صلى الله عليه وآله بزمن الإمام الصادق يقول رأيت النبي في عالم الرؤية في حجرة وأنا دخلت عليه وسلمت عليه رد السلام للنبي صلى الله عليه وآله يقوله شفت أمامه طبق فيه تمر أو فيه شيء يعني لم أره ب αποعتبار كان مغطا الطبق مغطا بمنذيل يقوله كان بالي شنف الطبق رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى ذلك القماش الذي كان على الطبق أخذه رسول الله أزاحه يقول وإذا في الطبق تمر يقول ثم مد رسول الله يده إلى التمر فأكل صلى الله عليه وآله قلت له يا رسول الله ناولني تمرا من يدك الشريف المباركة يقول فأخذ رسول الله تمرة فأعطاني فأكلتها فلما أكملتها طلبت الثانية لا يكتفي بواحدة خصوصا إذا كان المعطي هو رسول الله صلى الله عليه وآله هذا قلنا في زمن الإمام الصادق في عالم الرؤية يعني يقول فلما أكملت أعطاني الثانية أكملتها طلبت الثالثة أكملت الثالثة طلبت الرابعة وهكذا للتاسعة طلبت العاشرة يقول تفت إلي يا رسول الله قال يا سدير هذا يكفيك تسع تمرات كافيات عليك ما تحتاج عاشرة تمر عاشرة يقول أفقت من النوم خل من أذهب لتفسير حلمي ماكو غير جعفر بن محمد الصادق وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذهبت إلى الإمام ثاني يوم الصبح سلمت على الإمام الصادق عليه السلام وقلت له يقول لما أدخلت إلى دار الإمام الصادق شفت الإمام جالس في حجرة كجلسة رسول الله اللي رأيتها في عالم الرؤية أنا جبتها كشاهد على ما قلت قبل قليل أنه هم هو وهو هم ما بيها رسول الله عترته عترته رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني حسين مني وأنا من حسين هو قال ذلك علي مني هو قال ذلك أنا وعلي من شجرة واحدة هو قال ذلك من نور واحد هو قال ذلك صلى الله عليه وآله نفسه كما في آية المباهلة وغير ذلك الكلام طويل في هذا الباب يقول وإذا أتفاجأ أشوف الإمام الصادق جالس كجلسة النبي اللي رأيتها في عالم الرؤية وقدام الإمام الصادق طبق كالطبق الذي رأيته في عالم الرؤية قلت يا سبحان الله أنا جاي أصرف للإمام وإذا حلم يتحقق على أرض الواقع المهم يقول قلت خلي أنتظر أشوف شنو شي سوى الإمام يقول وبينما أنا أنظر وإذا بالإمام يمد إيده إلى الطبق ويشيل المنديل القماش اللي كان على الطبق وإذا فيه تمر كالتمر الذي رأيته في عالم الرؤية قلت يا سبحان الله يقول خلي انتظر يقول فمد يده الإمام الصادق إلى التمر وأكله تمرة قلت ناولني يا ابن رسول الله بعدها لم يسول في حلم بس قلت يشوف حلم على أرض الواقع يطبق ناولني يا ابن رسول الله يقول الإمام ناولني تمرة في الواقع الإمام الصادق يقول فلما أكملتها طلبت ثانية ثالثة رابعة خامسة تاسعة للتاسعة يقول فلما أكملتها طلبت العاشرة قال يا سدير لو زادك جدي رسول الله لزدناك يقول احنا ما نسول في رؤيات الإمام سلامه الله عليه ذول الميخالفون جدهم في عالم الرؤية شون في عالم اليقضة ذول اللي هم كجدهم في عالم الرؤية شون في اليقضة لما نتكلم عن آل البيت عليهم السلام نتكلم عن هؤلاء الكرام صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا صاحب هذا المولد حتى ما انظلم سلام الله عليه الإمام العظيم المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم جعفر بن محمد الصادق لما أبو حنيف يشوف الإمام الصادق بيده عصى وأصور الأخوات سامعين هذه القصة على المنابر من خلال خطباءنا خدمة الحسين يشوف أبو حنيف أبو حنيف يشوف الإمام شاي العصى سلام الله عليه فيقول لي ابن رسول الله شنو هاي العصى اللي انت تتكع عليها بعد السن ما كبر بك قال لا عصى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عصى النبي أنا أشيلها وآية أتبرك بها عصى جدي أبو حنيف ذبروها على العصى يتبرك بها الإمام الصادق قال له هذا لحم رسول الله ودمه العصى ما تفيدك انت انت إذا تريد خير الدنيا والآخرة أوقع على أقدامنا وأيدينا ذبروها على العصى ليش هذا لحم رسول الله هذا دم رسول الله هذا علم رسول الله هذا دين رسول الله هذا حلال رسول الله هذا حرام رسول الله كل ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وآله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة آل البيت قال وحرامه حرامه حرامه أما غير آل محمد يقول ثلاثة كنا على عهد رسول الله وأنا أحرم هذه الثلاثة رسول الله يحرم ويحرم رسول الله يحرم في مورد آخر ويحلل آل محمد حلال محمد حلال وحرام محمد حرام يظهر أن وقتي شارف على الانتهاء ولهذا أطلب من الله في نهاية المطاف بمحمد وآله الكرام بصاحب هذا اليوم رسول الله وبصاحبه جعفر بن محمد الصادق أن يمن علينا بالبقاء على محبة وولاية ومودة محمد وآله وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة وأن يحشرنا معهم وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة إن الله سميع الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته